شهد العالم العربي في السنوات القليلة الماضية ثورات شعبية أتت على أنظمة اتسم حكمها بالاستبداد والشمولية وتقديس الحاكم وانتهاكه للحريات الأساسية وحقوق الإنسان وشكل الحكم الفردي والحزب الواحد المستأثر بكامل السلطات وثروات البلاد القاسم المشترك بين أنظمة جمهورية في هذه الدول العربية حتى غدت أكثر شمولية من الأنظمة الملكية المطلقة التي تستند في حكمها على انتخال السلطة من الأب إلى الابن واستغياب كل أشكال الحكم الديمقراطي المتعارف عليها وسجل تاريخ الأنظمة الدكتاتورية في العديد من الدول العربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رصدتها العديد من المنظمات الدولية على مدى عقود كان سبب استمرار حكم هذه الأنظمة عقودا طويلة وتأخر محاولات شعوبها في الانتفاض عليها قسوة تلك الأنظمة وسطوتها وقمعها لشعوبها فها هي الدول العربية تتذيل الحيزة الأخيرة بين الترتيب في مناطق العالم على مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة إيكونوميست إذ حصلت على أضعف أرقام المناطق الجغرافية الواردة في التقرير الشعوب العربية حاولت من خلال ثورات الربيع العربي أن تتلمس طريق الحرية لينبذ الاستبداد لكنها في أغلب الأحيان كانت تصطدم بمأساة قديمة جديدة تدعى الانقلابات العسكرية التي تقدم نفسها في بعض الأحيان في شكل ثورات شعبية وهمية فلا تبدو الحالة السياسية مفهوما وممارسة أفضل حالا اليوم مما كانت عليه أوائل القرن الماضي وكأن شيئا لم يتغير وكأن العالم العربي انقسم بعدالة بين الاستبداد المدني والعسكري وبما أن الدكتاتوريات الجديدة نشأت في عالم جديد فقد دخلت نظم الاستبداد في أزمة التجدد ومواكبة العالم الذي أصبح قرية كونية حقيقية لذلك برزت إشكالية الشرعية والكفاءة والقدرة على الإنجاز فكان لابد أن تحاول النظم العربية التكيف والتلاؤم دون فقدان سلطتها أو على الأقل التنازل عن جزء منها وفي هذه الظروف يعود الحديث عن الشعب والمشاركة والشفافية وكلها مفردات غريبة عن النظم العربية الاستبدادية فتلك النظم دأبت على الحديث بأنها تمثل الجماهير لذلك حكمت وفكرت وقررت بالنيابة عنها لا يزال العالم العربي الكتلة الشقية في خرائط العالم ورغم أن أراضيه تحوي أكبر الثروات التي تؤهل سكانه لمعيشة رغيدة وحياة هانئة ونهضة كبرى في كل المجالات لكن المرضى السرطاني يكمن بتجريف وعي سكانه وتهميش تعليمهم حتى أصبح بيئة طاردة للعلم والعلماء